بيبدأ فيلم النهاردة في فترة حكم سلالة تشينج الصينية بعدما الامبراطور صادر كل الأسلحة اللي في البلد وأمر صانع سيوف اسمه ياتسي انه يصنع له سيف خاص به وفعلا صنع له السيف واللي كان اسمه سيف النور بس الامبراطور قرر انه يخلص منه علشان ما يصنعش اي سيوف لحد غيره فاتشاوهان كان حاسس ان الامبراطور هيغضر به وقرر انه يصنع سيف تاني اسطوري واللي كان اسمه سيف تشينج لحد ما في يوم ما طلعت له الشمس جنود الامبراطور هاجموا عليه في بيته وكمان خلصوا على كل عيلته ووقتها راح جاب السيف بسرعة ودال ابنه مينج وقال له انه لازم يحافظ عليه لانه القرس الوحيد اللي سابهوله وبعدها رماف المية علشان يهرب والجنود جم وخدوا منه سيف النور اللي صنعه مخصوص للامبراطور وبعدها قتلوه وابنه فضل يعيت ويصرخ عليه بتعدي كم سنة ومينج بقى شاب كبير وبيكون مستني محارب على الشجرة واول ما عدى من قدامه قاله ان في ناس وعدوه بمئتين طايل من الدهب لو قتله فقال لنا قدامك اهو اعملها مستني ايه بس منج قاله ان حظك حلو ان النهاردة اول يوم في شهر كامري واحنا مش بنقتل في اليوم ده بس ممكن اخد منك ميت طايل بس وسيبك تعيش فالمحارب هاجم عليه بسرعة كبيرة وحط السيف على رقابته فمنج تخض وقال له خلاص ما تزعلش انا يا سيدي اللي هدفع لك الفلوس كمان بعدها ندى على صحابه وهم مستخبيين ودربوا المحارب بالسهام بس قدر يتفاداها كلها واول ما شاف السيف بتاع منج قاله مين اللي ادالك السيف ده فقال له الوحيد اللي ممكن يجاوبك ميت دلوقتي فالمحارب قاله ان السيوف بتعبر عن شخصية صاحبها واتمنى انك تكون عارف قيمة السيف اللي معاك وبعدها سبهم وماشى وبعد ما رجعوا المدينة بتاعتهم لقوا البوابة مقفولة وناس كتير متجمعين وعاوزين يدخلوا بس حاكم المدينة ما كانش راضي يدخلهم فمنج راح للحارس بتاع البوابة وقال له انهم من خدم حاكم المدينة وعاوزين يدخلوا بس الحارس قاله زيك زي غيرك ومحدش برضو هيدخل وقتها بقى كان الامير دوق عند حاكم المدينة وقال له ايه رأيك في الجزمة بتاعتي فقال له انها جميلة فالامير قاله هحكي له القصة حصلت من عشر سنين كان في حاكم زيك كده بالزبط وجم ناس من بره وكانوا عاوزين يدخلوا المدينة وهو رفض فالناس انضموا للمتمردين وجمعوا جيش وجم بعدها هاجموا على المدينة وقتلوا الحاكم ومش بس كده دول عملوا من جلده الجزمة اللي انا لابسها دلوقتي وقلت انها عجباك فالحاكم خاف من اللي ممكن يحصله وفهم هو يقصو ديه وامر الحراس يفتحوا البوابة علشان الناس تدخل واللي ساعتها منج وصحابه برضو دخلوا المدينة وقتها منج رجع لأخته شياو وقال لها تدي الكولادة اللي معالي التاجر شينج وتاخد منه الفلوس وتشتري أكل ليهم كلهم وبعد ما رحولوا ادولوا الكولادة وقالولوا ان منج قتل الراجل اللي كان عاوز يخلص منه والكولادة دي هي اللي اتبقت بس منه فقال لشياو ازاي هو مقتول والناس شافوه ماشي في المدينة النهاردة الصبح فقالت له انها شافته بعينيها وهو بيقع على الارض من عالجبل بعد ما اخوها قتله فقال لها هتولي راسه وانا هديكو الفلوس بس غير كده ملكوش حاجة عندي وقتها منج روح لحد داد وقال له انه عاوز يشتغل معاه في صنع السيوف بس الراجل قال له انه من وقت ما ابوه مات محدش بقى يستجرى يصنع السيوف تاني وقال له كمان ان السفل معاه ده معمول من افضل حديد في الجبال الخمسة ولو حابب يعني ممكن يشتريه منه ويعمل منه ادوات بس منج ما عجبوش الكلام وسابه وماشى بعدها راجع البيت وكلهم كانوا زعلانين من الفقر والجوع اللي هم فيه ومنج كان واقف وشايفهم وحس بالضعف والكسرة لانه ما كانش عارف يشتغل ويجيب لهم اكل فبعدها راح وزار ابر ابوه ورجع للحداد وكان هيبيع له السيف بس اخته جاته ووقفته وقالت له ان السيف ده امالهم الوحيد علشان ينتقم من اللي قتل ابوه فبعدها شنج اخذهم كلهم واكلهم في بيته وقال لهم ان فيه واحد مهم راجع للمدينة الملكية ومحتاج حراس معاه واول ما شافوا الدهب اللي هياخدوه وقعوا على الارض وما كانوش مصدقين عينيهم فشنج قال لهم هيديكوا ميت طايل قبل المهمة والباقي بعد ما تخلصوا وبعدها قال لهم روح اشتروا لبس نضيف بدل القرف اللي انتوا لابسينه ده بعدها اخته قالت له انت مش حاسس ان فيه حاجة غريبة فقال لها فعلا معاكي حق انا بقالي كتير محستش بالسعادة اللي انا فيها دلوقتي قالت له شماء انا هم بالذات اللي شنج اختارهم فقال لها ان البلد مليانة فقر ومجاعة ومحدش غيرنا كان هيوافق على المهمة دي فقالت له ان الطريق للمدينة الملكية خطير جدا ومحدش بيروح هناك بس هو قال لها انهم كده كده اخدوا الفلوس وهيرجعوا في نص الطريق بعدها بقى كانوا ماشيين بيأكلوا بس لقوا ناس فقر وجعانين جدا وحلهم يصعب على الكافر وساعتها مينج قال لهم انهم لازم يشاركوا معاهم الاكل فبعدها راحوا للناس وادلهم اكل والناس ساعتها كانوا فرحانين جدا وبعد ما خلصوا راحوا للامير دو وهناك مينج قالوا ان الطريق خطر جدا وعاوزين ياخدوا النص التاني من الفلوس قبل ما يتحركوا فساعتها الامير وافق على طلبهم وادلهم الفلوس وابتدوا يتحركوا للمدينة في الوقت ده حاكم المدينة كان مع تشينج وشكروا على الناس اللي بعاتهم مع الامير بس بعدها قتلوا وقالوا انا كده مش هحتاجك تاني المهم بعد شوية الجماعة وصلوا الفندق صغير وعارفوا ان الراجل اللي معاهم يبقى الامير دو وساعتها مينج تصدم لما عرف لان الامير ده يبقى ابن الامبراطور اللي قتل ابو زمان بس بعدها الامير عزمهم على الاكل معاه بس مينج قالوا انهم مدنيين وما يصحش يعني ياكلوا مع بعض بس الامير قالوا ان كلهم من نفس البلد ومتساويين ومحدش منهم احسن من التاني ده غير انهم بقوا مصحابه في رحلة دلوقتي مع بعض فبعدها بدأوا ياكلوا والامير طلب من مينج ان يشوف السيف بتاعه فمنج اداله السيف واول ما شافه قالوا انه كويس بالرغم من انه مصدي فمنج قالوا الختمة اللي على السيف ده ما تعرفش بتاعمين فالامير قالوا لا المهم بعد ما خلصوا اكل وكل واحد راجع قدته شياء وقالت لمنج انها كانت دايما بتسمع ان الامير دو راجل كويس ومش زي ابوه خالص ودلوقتي بعد ما تعاملوا معاه اتأكدت من كده بس فجأة وهما بيتكلموا بيسمعوا صوت حد بيعزف على آلة موسيقية وساعتها الامير خرج من القضة بتاعته بس لقى ناس محصرينه وبيهجموا عليه بس هو كان مقاتل قوي وقدر يتصدلهم وبعدها مينج انضملوا وهاجموا عليهم كلهم وبدوا يقتلوهم بس بعدها واحد منهم قدر يوقع مينج وكان هيدرب اخته بس صاحب مينج ضربوا على دماغه بالفوزة ووقواوا على الارض وساعتها الامير دو كان خلص عليهم كلهم بكل سهولة لحد ما بيظهر مقاتل غريب قبل ما يموت وساعتها بدأ يهجم على الامير دو وبيفضلوا يبرزوا بعض بالسيف بس الامير قالوا لو قاتلتني ملكش دعوا بالناس اللي معايا بس التاني قالوا انا مش هخلي حد فيكم عايش وبعدها رجعوا للقتال بس مينج ضربوا بالسيف بتاعه فجي وليو سألوا هو مين فعرفوا انه اسمه مينج بعدها الحراس بتوع جم وقعوا الشمعدان على الارض والفندق اتحرق كله وهم خدوا بعضه وحربوا المهم بعد شوية الامير شكرهم انهم حموه وقفوا جنبه بس هما سألوا مين الراجل اللي كان عاوز يقتله ده فعرفهم ان ده جي وليو اقوى مقاتل في المملكة ومش اي حد يقدر يواجهه وعرفهم ان كان بيعمل كده لان ابوه الامبراطور قالوا يرجع علشان يعينوا بداله وقال لهم كمان ان في ناس مش عاوزينه يحكم بعد ابوه وطلب منهم انهم يمشوا وهو هيرجع لوحده بس مينج قال لشياو انها ترجع حيا والباقي وهو هيروح معاه بس هي قالت له انها هتروح معاه فقال لها مش هينفع علشان مش هيقدروا يحموا نفسهم وساعتها اقتنعت بكلامه وطلبت منه يخلي باله على نفسه وثبتهم ومشت هما بقى بعدها كملوا الطريق للمدينة لحد ما وصلوا قدام ممرين وشافوا جسس متمردين مقتولة قدامهم فالامير اختار الطريق اللي على اليمين بس مينج قال له ان الطريق ده فيه متمردين كتير ومش هيسبونا في حالنا فالامير قال له ان اللي عاوزين يقتلوه اخطر بكتير من المتمردين وقبل ما يتحركوا مينج سابق قلادة بتاعته على الشجرة وبعدها كملوا طريقهم بعد شوية بقى بيوصلوا الفندق صغير والراجل صاحبه استضافهم فيه بس بعدها على طول المتمردين هاجموا عليه فالراجل طلب من مينج والامير انهم يستخبوا في القوضة وما يعملوش اي صوت وساعتها المتمردين لما هاجموا عليه وما لقوش اي حاجة معاه خدوا الراجل معاهم بس يا ابنه فاضلي عيت علشان هيبقى لوحده ساعتها وهنا قرر مينج انه يطلع يضربهم بس الامير وقفه وقال له انه لو راح وراهم هيلاقي صاحبه جايين وراهم ومش هيخلصوا فقال له ان ده شعبه وما ينفعش يقف ساكت وحد بيعتدي عليهم بس الامير قال له ان المتمردين برضو من شعبه واكيد هم عاوزين يعملوا كده علشان مضطرين والحل الوحيد علشان الكلام ده كله يقف ان السلام والازدهار يرجع للمملكة تاني وقال له انه عاوز يرجع باسرع طريقة للمدينة الملكية علشان يحاول يصلح البلد اللي خربت في الوقت ده جي ووليو كان وصل للطريق اللي مينج والامير عدوا منه وشاف العلامة اللي مينج سابها على الشجرة فامر رجالته يجيبه باقي الحراس بتوعه ويروح وراه بالليل بقى مينج بيسأل الامير هو ايه اللي جابه للمدينة بتاعتهم فقال له ان ابوه امر يقضي على شوية مذاهب الناس متبعاها وكمان يصدر الاسلحة اللي في البلد بس هو ما عجبوش كلام ابوه فالامبراطور قرر انه يعجبه ويبعته للمدينة بتاعتهم وقال له كمان ان فيه شخص معين جوا البلاط الملكي هو اللي عاوز يقتله بس الحد دلوقتي مش عارف هو مين بنرجع لجي ووليو بعد مواصل لمكانهم وساعتها منج شافه وخد منه الكلادة بتاعته اللي سابها على الشجرة بس جي ووليو سأله مين اللي صنع السيف بتاعه فمينجي قال له انا كنت هسألك نفس السؤال برضو فقال له هجاوبك بس لو قلتلي الامير دو فين دلوقتي بس مينجي مرضاش يقوله طبعا وكان هيبدأ يقتله بس في الوقت ده سمعوا صوت جاي من بعيد ويجي ووليو افتكر انهم متمردين وقال رجالتو نبقى نيجي في وقت تاني بس طلعوا انهم شياو وصحاب مينجي ومينجي لما شافهم قال لهم ايه اللي جابكم ورايا تاني انتو مش عارفين انكم ممكن تموتوا هنا فاشياء وقالتلو انهم لو رجعوا كانوا برضو هيموتوا من الجوع وهم دلوقتي هيروحوا معاه علشان لو الامير واصل للمدينة بخير هيعدل حالة المملكة والمجاعة هتختفي ومش هيجوعوا تاني وفي الاخر مينجي وافق وروحوا معاه وبعد ما رجعوا للامير جي ووليو ورجالتو هجموا عليهم تاني بس هما فضلوا يهربوا منهم لحد ما دالي صاحبهم وقع ورجلو شبكت في الارض فمينجي وقتها كان هيرجع يساعده بس الشياء والامير مسكوه وكملوا جارية تاني وقتها دالي واصحابه الاتنين فضلوا وقفين مكانهم وهجموا على رجالت جي ووليو بس للأسف ما قدروش يعملوا معاهم حاجة وجي ووليو قتل دالي بالسيف بتاعه في نفس الوقت منج والامير فضلوا يهربوا لحد ما وقعوا في منحضر كبير ومنجي فضل يعايت على صحابه وقال للامير ان كل اللي حصل لهم ده بسببه وكل اللي صحابه كانوا عاوزينه بس هم انهم عاوزين يعيشوا حياة كويسة وخلاص فالامير ساعتها ما كانش قدامه حاجة يقولهالو غير انه يعتذر له بس بعدها المتمردين جموا ومسكوهم وبعدها اخدوهم للقائد بتاعهم فالامير اول ما قابله وعرفوا انهم رحالة وكانوا جايين المدينة يخلصوا كام حاجة كده ومشين بس القائد قال له لمنتوا رحالة ما ماشيتوش ليه من الطريق الرئيسي فاشياء وقالت له انها تمالت متمردين وكانوا ممكن يقتلوهم فالرجل قال لها احنا اخوات وكلنا في ازمة وخليكوا تباتوا معنا النهاردة كمان علشان ترتاحوا بعدها منج قال لاخده ان هو السبب اللي حصل لهم ده وما كانش ينفع يقبل بالمهمة بس هي قالت له يعني كان عجبك اللي بتعمله قبل ما تيجي على قال لحمايتنا للامير ممكن في الاخر تيجي بفايدة وحال البلد يتصلح فقال لها ان كل حاجة انتهت وهيرجعوا للمدينة بتاعتهم بكرة فقالت له انه مش هينفع يرجعوا تاني ولو صحابهم لسه كانوا معاهم كانوا برضو هيرفضوا يرجعوا ده غير انه لازم ينتقم لابوه بعدها بنشوف الامير رايح يقعد مع قائد المتمردين ولقى ساعتها بيكتب على الورق ولقى عنده كتب قديمة وبدأ يقرى فيها فالرجل قال له ان الامبراطور امر بحرق كل الكتب دي ازاي عرفت الكلام اللي مكتوب فقال له ان ابوه كان شغال في المكتبة الملكية وكان بيقرى كتب زيها وهو صغير فقال له ان طالما اللي قرى الكتب دي لسه فاكرها يبقى يقدروا يرجعوا كل الكتب اللي اتحرقت مرة تانية فالرجل قال له مش عارف هتوافق تقعد معنا هنا وتساعدني الرجاحها ولا لا في الوقت ده كان منج بيتدرب بالسيف لوحده والامير قال له انت لو عملت الحركات دي قدام المتمردين كده هيتحقوا علينا فمنج قال له ان السيف بتاعه مش حاد وملوش لازمة اساسا بس هو لازم يسق في السيف علشان يحس بقوته لان قوة السيف من ايمان صاحبه بي فقال له يا عم سبني في حال انا ما بفهمش في كلام الحكم اللي بتقوله ده بس منج قال له ان السيف تصنع علشان يحمي الناس مش يقتلهم وهو لازم يسق فيه كأنه بيسق في واحد صاحبه بالزبط في الوقت ده بقى قائد المتمردين شاف القلادة بتاعت منج وساعته عرف ان الامير دو معاهم في نفس الوقت كان منج والامير بيجهزوا نفسهم علشان يمشوا بس قائد المتمردين جيه هو ورجالته وقال للامير ازاي تمشي من غير ما تاخد وجبك يا سمو والامير وساعتها قبضوا عليه وربطوه علشان كانوا خلاص هيحرقوه والقائد مسك الشعلة وكان رايح يحرقوه بس منج وقفه وقال لن صحابه ماتوا بسببه وهو عاوز يحرقوا بنفسه فالقائد اداله الشعلة بس قال له لو عملت اي حركة غدر انا مش هرحمك وبعدها اخد الشعلة منه واول ما وصله قال لن صحابه اللي ماتوا دول كانوا عيتام ومايفرقوش حاجة عن الصوار ولو نجح انه يبقى امبراطور يبقى لازم يساعدهم وبعدها قال للمتمردين ان الامير راجل عادل وطيب وعرفهم انه مش زي ابوه ابدا ولو قتلوه يبقى كده بيقتلوا اخر امل للبلد علشان تتخلص من الظلم والفقر اللي هي فيهم وفي نفس الوقت ست وبنتها جم وقالوا للقائد انهم طيبين ووزاوا عليهم اكل اول ما وصلوا وميستهلوش ابدا انهم يتحرقوا فالقائد بتاع المتمردين ساعتها اقتنع بكلامهم وامر رجالته يفك الامير وكمان عرفه على طريق مختصر للمدينة الملكية وقال له انت لو ما طلعتش زي ما بيقوله هاجب نفسي للمدينة وهقتلك هناك فالامير شكره على اللي عمله معاه وبعدها خد منجي وشياو ومشو في الوقت ده بقى جي ووليو راجع للقائد بتاعه واللي كان اسمه تشاو هان وسلمه سيف النور وقال له انه معرفش يقتل الامير دو بس تشاو سحب السيف بتاعه كان هيقتله بس جي ووليو اختفى وظهر وراه في لمح البصر وقال له ان المعلم بتاعه علمه ان يمشي ورا قدره ويكون متأكد انه محدش هيقدر يغيره مهما حصل في الوقت ده كان منجي بيقول الامير ان ابوه وقال له قبل ما يموت ان يوم اكتمال صنع السيف بتاعه هو اليوم اللي هينتقم فيه فالامير خده وبص عليه تاني بس ساعتها ملقاش في حاجة مميزة وقال له انه ممكن ابوه يكون قاصة حاجة تانية غير اللي فهمها وبعدها على طول جي ووليو قابل الامير وقال له يظهر ان القدر خليه يعيش وقال له خلي بالك على نفسك وبعدها ساب ومشى وبييجي تاني يوم وبيوصلوا للطريق اللي هيوصلهم للمدينة بس فجأة ضرب عليهم اسهم من فوق الجبل وبعدها تشاوهان واصل هو ورجالته وقال له انه جي الوقت علشان يبقى انسان جديد بعد ما فضل شغال كلبه عند ابوه وبينفز له كل اوامره منجي بقى اول ما شافه اعرف انه هو الراجل اللي قاتل ابوه زمان وعلى طول بدأ يهجم عليه بس تشاوهان قال له انا قتلت علتك كلها زمان ازاي توهت عني ومشوفتكش ساعتها وساعتها هاجموا على بعض هما الاتنين وتشاوهان ضرب السيف بتاعه وقسمه نصين وراح هاجم على اخته وضربها في رقابتها بالسيف كل دا والامير كان بيقاتل الحراس ووقتها قال لي منجي وشياو يركبوا الحصان ويهربوا وبعدها ركبوا الحصان وتحركوا وبعد شوية وصلوا المكان وقعدوا علشان يرتاحوا وبما ان الشياو كانت مصابة اصابة خطيرة ففضل اتطلع في الروح لحد ما ماتت على كتفه ومنجي وقتها فضل يعيط بعد ما كده خسر كل الناس اللي كان بيحبهم فبعدها دفن اخته وهو حزين جدا عليها ورمى السيف بتاعه في الوقت دا كان الامير دو وصل لابوه وكان خلاص قرب يموت بس تشاوهان ضربوا بالسكينة وقتله وقال لجنوده ان الامير قتل ابوه علشان يستولى على العرش بسرعة وبعدها ضرب نفسه بالسكينة علشان يبقى الامير قتل ابوه واعتدى عليه كده تبقى الجريمة كاملة بعد شوية بنشوف منجي وهو ماشي لحد ما لقى جسس ناس ميتين وفجأة المقاتل اللي هاجم عليه بامر من التاجر شينجي زمان واقف وراه ومنجي وقتها سأله مين اللي قتلهم فقال له ان تشاوهان هو اللي قتلهم وبعدها بدأ يحكيله عن ابوه والسيف اللي صنعهوله والمقاتل قال له انه حتى بالرغم من ان السيف اتكسر بس دي مش حاجة ممكن توقفه لو كان فعلا بيصق في السيف بتاعه وبعدها منجي راجع يدور على السيف بتاعه لحد ما لقاه وخده ورجع لبيت ابوه هناك بقى فضل يفتكر يما ابوه قتل على ايد تشاوهان ورجالته وافتكر كلامه لما قال له ان السيف هيكتمل صنعه يوم ما ينتقم من تشاوه وساعته فهم انه كان قصده ان السيف لازم يختلط بالدم علشان يكتمل وده معناه ان لازم الاول ينتقم لابوه في الوقت ده بقى كانت شاوهان بيجهز الامير دو علشان يعدمه بس فجأة منجي وصل والمتمردين كلهم وراه وقال له ان فيه واحد قال له ان البلد دي مش هتتغير بالسيف بس هتتغير بقوة الايمان والعدل واللي قال له الكلام ده يبقى الامير دو وهو هينقزه علشان بعدها ينقز البلد بتاعتهم وساعتها هاجموا على الجنود بقوة كبيرة ومنجي قادر يخلص عليهم واحد ورد تاني بكل سهولة وهنا بيباني ان منجي مقاتل قوي جدا وما كانش من السهل ابدا ان الجنود تخلص عليه بسهولة بعدها قادر يوصل لغرفة العرش بتاعت شاوهان واول ما دخلها ضرب الحراس بتوق البوابة وقتلهم وبعدها هاجم على الجنود وبدأ يقتلهم كلهم في البداية قادر يخلص على اكتر من واحد منهم بس بعدها اتكاتروا عليه وفضلوا يضربوا لحد موقعوا على الارض وتشاوهان فضل يضحك عليه ويستهزأ بيه بس منجي فضل يفتكر كلام ابوه وفجأ السيف بدأ يتمدد من تاني بعد ما اختلط بدمه واكتمل وساعتها بدأ يهجم عليهم كلهم وكان بيتفادى كل ضرباتهم بكل سرعة ونزل فيهم ضرب بالسيف لحد ما خلص عليهم كلهم بسهولة وما تبقاش غيره هو وتشاوهان ووقتها هاجم عليه بكل قوته وفضل يقتل بقوة كبيرة بس اللي اتنين كان مستواهم عالي جدا في القتال وما كانش حد فيهم قادر يخلص على التاني بس بعد شوية قادر منجي انه يلف من وراه ويطعنوا بالسيف وخلص عليه وقتها بقى الحراس خافوا منه وسابوا الامير دو ومنجي عرفوا ان الناس مستنياه برا اول بقى ما خرج وقفوا القتال وانحانوا ليه كلهم وساعتها الامير شكر منج انه ساعده يرجع البلد من تاني بس فجأة منجي اختفى من قدامه وسابه وماشى المهم بتمر كم سنة ومنجي كان قاعد في بيت ابوه وتفلى صغير قاله ان فيه واحد برا عاوزه وبيقوله انه عاوز يشرب شاي معاه واول ما خرج علشان يشوفه اكتشف انه الامير دو وبيخلص الفيلم على كده يارب يكون الملخص عجبكم وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفونا علشان يوصلوكم كل جديد اشوفكم الفيلم الجاي سلام